ترحت جوجل تصويتاً لإطلاق اسم فلسطين أو الكيان الصهيوني إسرائيل على خريطتها في برنامج جوجل إيرتا التطبيق يسمح للمصوتين بإدلاء أصواتهم وكذلك التعليق بحرية حول آرائهم من كل بلدان العالم التعليقات التي شملت التصويت جلها كانت داعمة لفلسطين حكس نسبة التصويت التي تثار حولها الشكوك في اجتياز الكيان الصهيوني عتبت الخمسين بالمئة وإن كنتم تتساءلون عن كيفية التصويت لرفع نسبة فلسطين فعليكم الدخول إلى جوجل إيرتا وضغط على علام فلسطين فصوتوا لفلسطين يا عرب